في الوقت الذي تستورد فيه الحكومة العراقية الغاز من ايران لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتغض البصر عن حقول المنصورية الغازية في محافظة ديالا اربعة ابار تم حفرها عام 2016 تكفي لتغذية العراق بالغاز دون الحاجة للاستيراد نرى العراق يستورد الغاز من ايران ومن بقية الدول الجوار للتزود بها الطاقة ونحن لدينا حقول المنصورية الغازية جاهزة وهذه المنطقة تطفو على بحر من الغاز فيها خزين يكفي لتشغيل العراق بالكامل وبحسب التصريحات الحكومية انه يضاهي انتاج الدول المعروفة بتصديرها للغاز وانتاجها الوفير للغاز عجز واطفاء تام للطاقة الكهربائية بسبب نقص تجهيز الغاز من الجانب الايراني فلو تم تشغيل هذه الابار ستكون واردات العراق ما يقارب ثلاث مليون دولار يوميا وتشغيل محطات الكهرباء الغازية اليوم احنا العراق يشهد ازمة في الكهرباء وعندنا نقص 6100 تقريبا بسبب الغاز بسبب عقد الغاز الايراني اللي تم التعاقد من 10 الى 20 الف عقد ما محدد من 10 الى 20 الف مليون قدم مكعب ورغم انه وجود هذا العقد الى انه تم تجهيزنا ب7 ملايين قدم مكعب فقط سبب عجز كبير واطفاء كامل المحطات الغازية اللي موجود وهذا المشروع سوف يكون وارداته من 3 الى 3.5 مليون دولار يوميا الى ميزانية الدولة اضافة ايضا عدل الاستخراج والاستفادة وتشغيل محطات الغاز والتكرير ايضا والامور الاخرى الثانوية وكذلك سوف يكون هناك تشغيل ومنح فرصة عمل لأكثر من 5 الاف من الايدي العاملة ابر الغاز في ديالة ثروة ربما تتعمد الحكومة تجاهلها لأسباب سياسية هدفها الاستيراد من محافظة ديالة عبدالله الباش قناة الرشيد الفضائية